قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين قبل أربع يوم وافق بالمناظر أربع يوم من الليلة قال عنده حزبة اشتري لنا درباته ودي جبناه جاز دربات جازة لأحمد داود قال هو هو الحوار بتاعه عندهم حزبة واحد له واحد للحوار دائر نركبه لفيه اطنين وفأيه اتجان احنا جاهزين حرفتك ألامي؟ آي فما ما بطريقة عندك حزبة بعدين زل ما قال عنده حجبات حزبة بتاعي شنو؟ مش قال عنده حجبات وقال داري بتاع دكان حجبات في جلقني حجبات من العين حجبات من المرض حجبات من السلاح من السكين من البنية من الشلوت ليه ما عمل حجاب من الحزبة أشان ما يجيو حزبة كذب ما بي حاجة يسمي حجاب وده أول شبهة بابدى بيها أنا ده رب ده بالشبهات قال هو بيركز على في المناطق هنا وبيغش الناس قولهم أنا قريت مغزن بتاع كتب كذاب كذاب إلا كان مغزن بتاع سكر بتاع لحمة بطريقته كتب دي انت ما عندك بها شغلة ولا الدين عندك بها شغلة حوريك من نفس كلام أحمد داود دا كتابه وده كلام مسجل في اللابتوب جيبوا يا وهبة مسجل موجود قطعناه قال أعلم زوله في أفريغيا وقال أصأل في مناظرته مع وحس مبارك حسن خمسة ساعات إلا دقيقة قال إنه حتى الرسول والصحابة كانوا أشعره ده كله موجود والله كان إنجلي الجلدة للأحمد داود دا من أم والدته ما كان إنجلي الجلدة لكن نقول قدر الله وما شاء وما شاء فعل ونحن مش زعلانين اللي نفسنا نحن زعلانين إنه ما جاء وإن جغى من درج تمام ما ما قامت أصلا وقدر الله وما شاء فعل الحكومة يعني عطلت له أسباب أمنية طيب نخش في موضوع الحجبات أول حاجة الزول دا قال الحجبات بالجز ده الاسم هو أحمد داود في الصفحة رغم سبعة وثلاثين تمانية وثلاثين وجاء قال أدلة على الحجبات قال الدليل الأول حديث عمر بن شعيب عن أبي عن جدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولهن عند اليوم عند النوم من الفزع بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه ومن شر عبادي طلع علي من ابن كسير ومن شر عباده ومن هامزات الشياطين وأن يحضرون قال فكان عبد الله بن عمر يعلمها من بلغ من ولده أن يقول عند نومه ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقي رواب داود والترمزي من حديث محمد بن إسحاق حفظ الكلام ده كويس وقال الترمزي حسن غريب قال من قول من ابن كسير جزو ثلاثة صفعة تلتمية خمسة وستين قال ده أول دليل على جواز شنو يا جماعة الحجاب قبل ما أجي لكلام ابن كسير ذات الجاب هو أو ده الكتاب ده ابن كسير أول حاجة عبد الله بن عمرو بن العاص ما علق له حجاب دي أول حاجة حجاب الصوفية البعلق ده البعلق ده شرك في الله أفتح أي حجاب لأي صوفي في العالم كله تلقى فيه مربعات في الغالب وخاتم يقول لك ده خاتم داود ونجم السليمان ولا عنده علاقة مع داود ولا مع سليمان عليهما الصلاة والسلام أما المربعات التي فيها أرقام كده خمسطاشر وكده خمسطاشر لو جمعت أي اتجاف تديه خمسطاشر ده شغل بتاع شياطين الجن ده شرك بالله لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرقى والتمائم والتولة تشرك فده ما بيشبه الموجود في الأثر إنه عبدالله بن عمرو بن العاص كان يعلم الكلمات دي لأولاده البيعقل يحفظه ليه لأنه صح تقوله بلسانك تحفظه وتقوله بلسانك مش تعليقه قاله والكان ما بيعقل كان يعليقه ليه الكلمات دي ليه شنو؟ أعوزه بكلمات الله التامة من غضبي وعقابي ومن شر عبادي ومن همزات الشياطين وأي يحضرون ده ماذا يحياب الصوفية واحد اتنين الكلام ده ما حصل حقيقة لأنه الأثر ده ضعيف ما صحيح طيب ده تفسير ابن كثير أجاب منه شيخ أحمد داود الكتاب ده حق شيخ أحمد داود كتاب ده ووزعه أحمد داود وتلاميذه ده تفسير ابن كثير وده الأثر قال الإمام محمد حدثنا يزيد أخبرنا محمد ابن إسحاق محمد ابن إسحاق عن عمر بن شعيب عن أبي عن جدي قال كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات يقولون عند النوم إلى آخر طيب الحديثة أول حاجة قال رواب داود والترمزي والنسائي من حديث محمد ابن إسحاق قال الترمزي حسن غريب خلاص هنا قالوا محمد ابن إسحاق مدلس وقد عن عن دا موجود في تقريب التهزيب الصفحة 403 تجيبه إنه محمد ابن إسحاق قال له في إسناد الأثر دا شنا جماعة ما صحيح صفحة 403 تقريب التهزيب طيب دا تقريب التهزيب لابن حجر العسقلاني بيتكلم عن مناجة معه عن محمد ابن إسحاق ابن يسار اللي هو الراوي في الحديثة نشوف الحديثة صحيح أو ما صحيح قال محمد ابن إسحاق ابن يسار أو بكر المطلبي مولاهم المدني نزيل العراق إمام المغازي صدوق يدلس صدوق شنو يدلس ورمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة مات سنت كذا إنته ابقى العلم مالونا جماعة الزول دا رموا بالتشيع أشان كذا العلم قالوا الحديثة ضعيف المحققين لتفسير ابن كثير قالوا محمد ابن إسحاق مدلس وقد عنعن وقد حسن الحديثة الألباني في صحيح أبي داود والترمزي ولكن دون قوله وكان عبد الله يعلق يعني الحتة اللي هم عنده فيها شبهة دي دي ما في دي ضعيفة لكن الأثر التقول بلسانك الزكرة في الأثر دا دا صحيح لكن الزيادة إنه عبد الله بن عمر بن العاس كان يعلق على أولاده مالا جماعة ما صحيح لأنه في محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن وقد رمي أيضا بشنة جماعة بالتشيع موضو دا منته دا واحد طيب الأدلة على حرم التعليق الحجبات أنها كفر بالله وشرك بالله أولا روى أبو داود بإسنات صحيح شبه الصفية يخلوا لحديث الصحيحة ويمشوا لحديث شنو الضعيفة ولحديث الباطلة زي ما حنبين بقى شوية في سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائمة جمعي تميمة يقول الحجاب دا ذاته والتمائمة والتولتا شرك شرك يبقى الموضوع انتهى هم قالوا لا 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 لكن دي ما تميمة دي حجاب طيب نديك حديث قال أي حاجة تعلقه غلط وحرام الشجر يدينا علقتها حرام خليه حجاب حديث هو عند المندر في الترغيب والطريبة وده قاعد عن عبد الله بن عكيم وهو أبو معبد الجهن هو ذاته أنه كان في مرض ولعله مرض الموت فدخل عليه أحد السلف فقال له يا عبد الله لو علقته علق لك حاجة بس خلى لي فاتحة حاجة تكون لك سبب للشفاء من هذا المرض لو علقته حجاب سميته ميمة سمي لو جبت حمد دوزة تعلقته حرام لو علقته قال الموت أقرب من ذلك زلدها ريموت قال له علك قال خير لي أموت مما شنا جماعة مما علك ده صحابي عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أبو معبد الجهني قال الموت أقرب من ذلك فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من علقه شيئا وكل إلي وشيئا هنا نكره في صياق الشرط من علقه شيئا قال وكل إلي فشيئا نكره تفيد العموم عموم الأشياء علقته شجرة اعتقدت أنه بتنفعك وبضرك وكل إلي علقته حجر سميته حجاب سميته تميمة سميته خرزة علقته لك جزمة ما شفته وكل إلي ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ودفهم الصحابي لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ده واحد أو كده اتنين تلاتة في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن عبد الله بن مسعود دخل على زوجته زينب فوجدها تعلق خيطا أها لا خرزة ولا بتاع خيط فأخزه وقطع ورمى به قالت خيط الرقي لي فيه كنت أتخلف إلى فلان اليهودي فكي يهودي فكي يهودي كانت عيني تقزف وأتخلف إليه فسكنت قال ابن مسعود إنما ذلك الشيطان ينخزها عشان تبشي للفكي شيطان بيسوي كده عشان دار الإنسان يضل شوالكلام ده كيف إنما ذلك الشيطان ينخزها لما تجيب الخيطة الشيطان بيزح لأنه شيطان أصلا قال وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَّنَّهُمْ وَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ أَذَانَا الْأَنْعَامِ يجيب لي شيطان كده دار يضلك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين فعبد الله ابن سعود طوالي فيهم قال لي هل كان بنخسلك عينك دي ده الشيطان أصحكي ده لو مشيت قبة قصو فيها قال لك في موية مرقت دي الشيطان ما تقول لهم مرقت يمكن مرقت شيطان يجيب بال لهم ذات في القبر بال في راسبوك الشيخ طوالي والموية طلعت بغادي ما في مشكلة الشيطان تبيجي ما تستغرب من الكلام ده عرفت كلامي ولا ده معناته كرامة أبدا لأن الناس الناس بيشتغلوا مع الشياطين وبيشتغلوا مع الجن عرفت كلامي كلهم صوفي الله فينا شيخ دي ويقول لك دي كرامة ابن تيمية ذكر الكلام ده طيب فابن مسعود قال لا إنما ذلك ومشيطان ينخذها ولقد أصبح آل ابن مسعود أغنياء عن الشرك سمواه شنا يا جماعة سمواه شرك طوالي وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولت شرك دي قصة الحديث القبيل الحديث الثالث النبي عليه الصلاة والسلام قال حينما جاء عشر طرات نعرين بيعوا على الإسلام بايع تسعة وأمسك عن الواحد قالوا يا رسول الله باعت تسعة وأمسك عن الواحد قال إنه معلق تميمة من علق تميمة فقد أشرك الرجل دخل يده جوا فقطع عليه وسلم قطع الأتميمة ورمى بها فبايعه النبي عليه الصلاة والسلام على الإسلام عرفت جماعة كلامنا ده موضوع الحجاب جابوا شبهة تانية في الحجاب اللواء أثر أبي دجانة أثر أبو دجانة دلال نبوة للبيهقي كتابة الملونة طيب أثر أبو دجانة طويل عن أبي خالد أبي دجانة قال سمعت أبي أبا دجانة يقول شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا متجع في فراشي إذ سمعت في داري صريرا كصرير الرحى ودويا كدوي النحل ولمعا كلمع البرق فرفعت رأسي فزعا مرعوبا قال المهم قال بعد ذلك قال لو أكتب يا أبا الحسن فقال ما أكتب ده الشاهد فقال أكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليه خدته في الدار قال ليه أكتب وخدته في الدار الأثر ده مجابوا البيهقي في دلال النبوة البيهقي في النهاء قال الأثر ده مصحي أحمد داود قام قطع كلام البيهقي شالوا بره وجاب الأثر ده إجرام ولا ما إجرام ده مش ده لأن النبوة ليه البيهقي ده الكتاب ذاته النقل منه هذا المحتال الكذاب أحمد داود أو ده الكتاب نقل منه في الكتاب الفاشل ده نقلوا هنا طيب في صفعة رقم تمانية وتمانين الجزء سبعة قال باب ما يذكر في حرز أبي دجانة جابوا كله البيهقي جاب الألنائي كله قال قال هذا طيب البيهقي قال تابعه أو بكر الإسماعيلي عن أي بكر محمد بن عمير الرازي الحافظ عن أبي دجانة محمد بن أحمد خلاص هذا وقد رأوا روي في حرز أبي دجانة حديث طويل وهو موضوع لا تحل روايته والله تعالى أعلم بالصواب والأثر ذاته الجاب هذا الطويل رواه ابن الجوزي في كتابه الموضوعات الجزء ثلاثة الصفحة مية تمانية وستين من طريق إبراهيم بن موسى الأنصاري عن أبيه قال شك أبو دجانة شك أبو دجانة موضوع بلا شك شك أبو دجانة موضوع بلا شك وإسناده مقطوع وليس في الصحابة من اسمه موسى أصلا موسى اللي هو في السند الجاهنة ما في زول اسمه موسى ذاته الصحابة شك أبو دجانة شك أبو دجانة أصلا ورجاله مجاهيل لا يعرفون وكذا قال المؤلف المؤلف منه البيهة في آخر الحديث قال موضوع وده كلام البيهة قال هذا وقد روى في حرز أبي دجانة حديث طويل اللي هو الحديث الفادة وهو موضوع لا تحل روايته والله تعالى أعلم بالصواب يعني هو جابوا عشان يريكنوا حديثة ما صحيح مكذوب ده جابوا هنا عشان يفتح بهو دكان حجبات عشان يأكل قروشك يقول لك ده حجاب رخيص بخمسين جنيه وده حجاب من السلاح بثلاثة مليون زي ما شبنا حجاب واحد في الخرطوم قدر المخدر مخدر حديل جدا قال ده حجاب من السلاح قال جيبوا عشان أقد قدر لك إضنينك ده كل كلام فارق وكلام باطل من هؤلاء المجارمة مدود وشفوت المعاو والليلة لو كان سبت كانت نجم نجام تقيل جدا وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان